النهاردة هنتكلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هنتكلم عن حياته وكمان عن مولده وعرفك سنن كتير ممكن ما كنتش تعرفها وده علشان زي ما اتفقنا لو انت بتعمل حاجة غلط تسيبها وتركز في حاجة جميلة زي دي بتكذب بتختاب بتعمل اي حاجة غلط فانت بقيدك دلوقتي تسيب الحاجة الوحشة اللي انت بتعملها وتستفاد من الحاجة دي يلا بينا صلي على النبي علشان نبدأ مع بعض اول حاجة كده لازم تعرف ان النبي عليه افضل الصلاة والسلام اتولد يوم الاثنين في شهر ربيع اول ولشان تعرف برضك ان الرسول صلى الله عليه وسلم خير اهل الارض نسبا فما كانش حد يقدر ابدا ينكر علو نسب الرسول عليه افضل الصلاة والسلام موجزات الانبياء كلها انتهت بموتهم الا موجزة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة وخالدة ولو انت ما تعرفش ايه هي المعجزة دي فاحب اقول لك المعجزة هي الكرآن الكريم واحب اقول لك ان النبي عليه افضل الصلاة والسلام كان بيدعي كتير قوي واهم الادعية اللي كان بيدعيها جيب بقى يلا ورقة وقلم عشان تكتبها ربنا اعتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النور وكان دايما بيقول الفرق ما بين اللي بيذكر ربنا ويقول لي مش بيذكر ربنا زي الفرق ما بين الحي والميت النبي عليه الصلاة والسلام ربنا ارسله لينا رحمة للعالمين ولو الرسول كان بيتخير بين امرين كان دايما بيختار الاسهل والايصر كان يجالس الفقراء وكان اجود الناس واشجحهم وكان يصبر على الاذى وكان زاهدا في الدنيا وزي ما انت نفسك في الاكلة اللي انت بتحبها او اللبس الواو اللي انت عايز تشتريه خليك عارف انك مش دايما يعني هتكون عايش فاعمل خير لاخرتك الاصلنا هو القطوة الطيبة والاسوة الحسن اللي فينا اللي عايز الفوس والهداية والفلاح بيتتبعه يعني تعرف رسولك عليه افضل الصلاة والسلام كان بيعمليه وتقلده يبقى كده الرسول تولد عليه افضل الصلاة والسلام يوم الاثنين من شهر ربيع اول في مكة والد النبي كان اسمه عبد الله ابن عبد المطلب وعلشان تكون عارف ان النبي ما شافش والده لان النبي اتولد وكان ابوه متوفي واتذكر يطمي النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن في سورة الضحى عزيلا مشتراجين بسم الله الرحيم الم يجدك يتيبا فقاوة صدق الله العظيم والد النبي مات في المدينة عند اخواله كان ساعتها في مهمته جارية ومرض فتوفى هناك وزي ما احنا عارفين ان اسم النبي محمد واحمد ومصطفى ومحمود المتعرف بقى عليه من النبي عليه الصلاة والسلام محمد واحمد والماحي والحاشر والعقب وطبعا اشهر اسمين احمد ومحمد علشان دول اللي تذكروا في القرآن الكريم لو ما تعرفش بقى مين اعمام الرسول تعالى اقولك ابو طالب وابو لهب وحمزة والعباس هنكتفي بالقدر ده النهاردة وهقول لكم حاجات تفيدكم النهاردة ممكن انت تكون استفدت مني باي معلومة انا قرتها وممكن كمان يكون انت كنت تعرف المعلومات دي وممكن لما انت بعدت الفيديو ده لاي حد تاني استفد بمعلومات هو ما كانتش عارفة فتعالى اقولك ان انت حاول دايما تقرب من ربنا اكتر وتستمع للفيديوهات كويسة زي مثلا تسمع حاجة انا ايليها زي معلومات زي دي حد تاني ايليها وتشير اكتر يعني انت لما بتسمع حاجة كويسة وبتخلي غيرك يسمحها انت بتكسب سواب كبير مرة تين مرة ديك ان انت استفدت ومرة ان حد تاني بسببك اعرف معلومات كويسة فانت حاول دايما اسمع لأي حد انت بتتبع معلومات كتير جينية تفيدك يعني مثلا حاول تغير من نفسك لو انت بتعمل اي حاجة مش كويسة حاول تغير الحاجة دي يعني مثلا لو بتكتب حاول واحدة مع واحدة مرة تقالي للكتب مرة مرة مع مرة هتفضل ليش هتكون يعني بتكتب خالص يعني حاول تغير من نفسك حاول لو انت بتختب حد حاول ما تختبش حد تاني لو انت تقدر ان انت تروح وتقوله ان انا قلت عليك مثلا كزا وهو الشخص دي سامحك لو قدرت قدرت ما قدرتش حابل تستغفر ليك واستغفر لي ودعيله وان شاء الله ربنا هيخفر ليك طول ما انت حاطت في دماغك ان انت مش هتعمل الحاجة ان انت بتعملها الوحشة دي تاني فربنا اكيد هيقف معاك وعيفتح لك ابوايب كتير وكمان انت هتاخد سواب ليها كتير لو انت مثلا مش بتصلي حاول انك تصلي يعني مثلا تشوف نفسك انت بقالك قدير مش بتصلي وتصلي مع كل صالة صالة الظهر وصالة الصبح والعاصر وكل الصلاوات تصلي قبليها تصلي من اللي عليك وبعدك هدا تصلي الصلاة اللي انت عليك دلوقتي فالمهم انت حاول دايما تغير من نفسك وما تقولش لا انا مش هارف اغير من نفسي او انا مش هقدر اعمل حاجة لا انت تقدر تقدر تعمل حاجات كتير المهم ان انت تتوب من جواك والمهم ان انت تستغل الشعر الكريم ده وان انت تعمل حاجات كتير كويسة وطول ما انت بتحاول تقرب من ربنا طول ما ربنا هيفتح لك قويب كتير قوي من رزقه وكمان هيكون معاك في كل الخطوة طول ما انت بتحاول تستفيد من حاجة كويسة وبتحاول تفيد غيرك برضك ربنا هيقف معاك فانت دايما حت في دماغك ان انت تتغير للاحسن حتى لو انت مثلا النهاردة عملت كام حاجة مش كويسة حاول حاول تاني وبتجي مثلا من بكرة وحاول مثلا لو انت رسا ما صليتش حاول صلي لو انت مقاردش القرآن حاول ان انت تعمل كل يوم ورد لنفسك مرة مع مرة ممكن في الاول مثلا تاخد صفحتين ترتم القرآن بعد كده هتلاقي نفسك بتحب تزود وتقرأ اكتر ممكن لو انت مثلا حطيت في دماغك انت تقرأ كل يوم في الاول ورقتين بعد كل صلاة هتلاقي نفسك بعد كده بتقرأ اكتر وان شاء الله ساعتها تختم القرآن اكتر من مرة لما تتعود فانت دايما حط في دماغك ان انت تتقدم وتعمل حاجات كويسة لاخرتك قدام مع ربنا وربنا غفور رحيم ما تقولش لأ انا عملت مثلا زنوب كتير قوي لأ ربنا مش هيخفر لأ ربنا بيخفر كل الزنوب فانت حاول مرة واثنين وثلاثة حتى لو بتعمل الحاجة الغرطوب بترجع لها تاني لأ حاول تتوب توب بنصوحة وحاول تغير من نفسك في غيرك كتير قوي مش معنى دلوقتي يتمنوا بس ساعة يرجعها تاني يستغفروا فيها ربنا ويصلوا ويدعوا فحاول تستغل الوقت اللي انت فيه تستغله بحاجات كويسة تفيد بها نفسك وتفيد اللي حواليك تتكلم مع الناس بأسلوب كويس وتشارك الناس في أعمال خير حاول اعمل استغل الوقت اللي انت عايش فيه بكل حاجة كويسة ساعد الناس لو لقيت حد محتاج أي حاجة اعمل هلو وخلي بالك ممكن ربنا ييسر للشخصية دي أي حاجة مش مستني يعني ان انت اللي تيسر له الحاجة دي بس ربنا حطك انت في طريقه في طريق الشخص ده علشان يكسبك انت حسنات ويفتح لك أبويه برزق كتير وخليك عالف طول ما انت بتحاول تتغير للأحسن طول ما الخير هيكون جاي لك قدام فما تزعلش لو أي حاجة حصلت لك مش كويسة طول ما انت مع ربنا يمكن ربنا حطك مثلا في أي بلاء دلوقتي عشان تحس بعوض ربنا والسعادة اللي هتجي لك بعدين مهما كانت بلاء اللي انت فيه ميسيره في يوم وهاينته لأن الدوام الحال من المحال فانت كده كده ربنا أكيد هيفرجع عليك طول ما انت بتحاول تقرب من ربنا أكتر يمكن ربنا برضك حطك في أي درس انت فيه دلوقتي في أي بلاء انت فيه دلوقتي عشان منع عنك أزا وحاجة مؤزية ليك وان انت اعترف الحاجة دي بعدين لما تدوق عوض ربنا وقرمه عليك فانت خليك دايما قرب من ربنا وزي ما بقولك كده لو انت حتى ما قردش لسه أي حاجة من القرآن حاول حاول تقرأ مرة واثنين وثلاثة ومرة مع مرة هتلاقي نفسك بتختم القرآن أكتر من مرة هو الموضوع بس موضوع تعود وخليك حاول دايما تكون بتساعد غيرك علشان ربنا يرزقك من واسع ساعده في أي حاجة هو عايزة حاول مثلا لو لقيت حد مش بيصلي حاول تكلم معاه مرة واثنين وانت كده هو عايخد سواب ان هو بدأ يصلي وانت كمان هتاخد سواب عليه ان انت رشدت الشخص ده إلى طريق الخير وربنا طبعا هيكرمك ان هو جعلك سبب في حاجة انت هتستفيد منها كتير قوي وانت كمان ربنا هيؤجرك على الحاجة دي بأحسن حاجة في الدنيا واكيد طبعا ربنا هيفتح لك أبواب كتير قوي خير